المجتمع أبو بكر حميد من المنطقة الغربية دعث يسأل ويقول هل من الضروري أن يغتسل المحرم أم يكفل له ليس من الضروري أن يغتسل المحرم وإلا ما يستحق له ذلك من أجل إزالة الروائح العالقة في جسمه ومن أجل أن يكون نظيفا من الأوساخ لأجل أن يستقبل العبادة على أحسن حال لأن الإحرام عبادة عظيمة ينبغي له أن يدخل فيها وهو نظيف الجسم طيب رائحا هذا من المستحبات من المستحبات الإحرام وليس من الواجبات فلو أحرم ولم يغتسل ولم يتوضى فإحرامه صحيح لأنه لا يشترط لصحة عقب مية الإحرام لا يشترط لها الطهارة